اشتركوا في القناة حيوانات في خطر قبل ما نبدأ بالدرسات ننسى الاشتراك بقناة اليوتيوب بيجي في فيسبوك أستطاع حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الثانية متوسط نبدأ بالدرس يونت 7 لسن 4 يونت السابع الدرس الرابع أنيمالز ان دينجر حيوانات في خطر أجزاء الثاني بالبداية يقول لي يقول لي ما الحيوانات التي تم قتلها لكي تصنع ثلاث أشياء في هذه الغرفة وما هو رأيك عن هذا الشيء نلاحظ أن بالغرفة موجودة بقايا حيوانات يعني مثلا هذه الصورة صورة الصوف اللي الدب القطبي فإذا هذا البولر بير اللي أخذنا بالدرس السابق الدب القطبي تم قتله من أجل صناعة هذه السجادة أو هذا القرون تم قتل الآيبكس اللي هو الماعز اللي هو التيس الجبلي من أجل هذا القرون وهكذا هذا الفرو كذلك تم قتل أحد الحيوانات من أجل الفرو مالته إلى آخره يقول لك أنا هذه الغرفة بيها هواي أشياء تم قتل الحيوانات من أجل صناعتها فبالتالي أنت شن رأيك بهذا الشيء إذا مثلا موافق على هذا الموضوع أو تتفق مع هذا الموضوع قول I agree I agree معناها أنا موافق You are right أنت على حق أو تقول I disagree أنا غير موافق I think you are wrong أن أعتقد بأنك على خطأ مبدئيا هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي لكن هذه العبارات عبارات مهمة جدا ورح نعرف شون تجينا بالامتحان وشون نقدر نجاو عنها منطيك ملاحظة عني قال لك من الممكن أن تأتي الملاحظة على اللي هي I agree و I disagree في الامتحان التحريري بالصيغة التالية مثلا يقول لك Blue whales live in the sea الحيتان تعيش في البحر هنا ما قال لي قال لي Disagree Disagree معناها عدم موافقة أريدك هاي العبارة ما توافق عليها فش تقول له إذا ما تريد يتوافق على عبارة معينة ش تقول I disagree أنا غير موافق I think you are wrong أعتقد بأنك على خطأ هذه العبارة للحفظ عبارة عدم موافقة زين إذا أريد أوافق مثلا قال لي Snowy Leopards live in a high cold places الفهود البرية تعيش في الأماكن العالية المرتفعة قال لي Agree وافق على هذا الكلام شلون أوافق على هذا الكلام أقول له I agree You are right أنا موافق أو أنا أتفق معك أنت على حق كذلك هذه العبارة مهمة فأنت لازم تعرف العبارة العدم الموافقة ش تقول وبعبارة الموافقة ش تقول هذه العبارات للحفظ يجب أن تحفظ إملاءا ومعنى لأن الممكن يجب كابل متحان بهذه الصيفة ننتقل إلى الفقرة الثانية يقول لي Look at the photographs انظر إلى صور الفوتوغرافية Where do you think the animals from lesson 3 live أين تعتقد هذه الحيوانات التي موجودة بالدرس الثالث تعيش I think the golden toads live in the wetlands شوف هناك الطالب شي يقول يقول أعتقد بأن هذا الضفدع الذهبي يعيش في الأراضي الرطبة أو الأراضي التي يهميها فهنا تسألة تقول Why لماذا يجاوبها يقول The toads live near the water الضفدع تعيش بالقرب من الماء فتجاوبها تقول I agree أنا أتفق معك I think you are right أعتقد بأنك الصحيح زيان هنانا بعد يقول لك البقية تعرف مثلا الدب القطبي اللي أخذناه بالدرس السابق يعيش بيا مكان من ذن الأماكن الحوت الأزرق إلى آخره مثلا الحوت الأزرق يعيش بالسي بالبحر مثلا Polar Bear الدب القطبي يعيش بالاركتيك يعيش بالقطب الشمالي زيان شنو اللي يعيش بالصحراء مثلا الكامل الجمل وهكذا إذن دني مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحرير وامتحان الشفوي الأستاذ يسعر بداخل الصف مثلا يقول لهم Which animals live in the sea أي الحيوانات تعيش في البحر فالطلاب يعددون الحيوانات اللي ممكن تعيش في البحر بالمونتين فورست بالغابات الجبلية بالويت لانز بالأراضي الرطبة إلى آخره الآن مجرد دشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي تبري رقم واحد يقول لي Think فكر In which habitat do the animals live في أي المواطن تعيش هذه الحيوانات شوف هنا أنا طلاب ويت لانز هذه الأراضي الرطبة أو الأراضي اللي فيها مياه الأراضي الرطبة أخي نسميها Desert معناها سحاري Arctic معناها القطب القطب الشمالي أو الجنوبي والمونتن معناها الجبال يقول لك أنا منطيق هذن نسميهن المواطن اللي تسكن بها هذه الحيوانات يقول لك وصل الحيوان بالبيئة اللي يعيش بها يعني على سبيل المثال حيوان اللاما هذا اللاما هو نوع من أنواع الجمال زين بياه منطقة أو بياه بيئة من ذن البيئات اللي منطيق إياها يعيش نعرف أن اللاما أو من الممكن نعرف أن اللاما مرة علينا معلومة أنه هذا يعيش في المونتن في الجبال زين الأركتك فوكس الثعلب القطبي أكيد يعيش بالأركتك بالقطب القطب الشمالي والجنوبي الأوركا الأوركا هو نوع من أنواع الحيتان وين يعيش؟ يكيد يعيش بالقطب الشمالي والجنوبي بالأركتك زين البليكن البجع وين يعيش؟ يعيش بالأراضي الرطبة والأوتر اللي هو القندس وين يعيش؟ يعيش بالأراضي الرطبة الكامل الجمل هذه معروفة يعيش في الصحراء هو حاليها بالدزيرت السيل الفقمة وين تعيش؟ تعيش بالاركتك اللي هو القطب والفنك فوكس ثعلة بالفنك وين يعيش؟ يعيش بالدزيرت بالصحاري والقوت الماعز يعيش بالجبال هذا ما يخص تمرين رقم واحد هذا التمرين مجرد نشاط صفي نتعرف من خلاله على حيوانات جديدة ونوصل هذه الحيوانات بالمواطن اللي تسكن بيها غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي تمرين رقم اثنيا يقول لي which animals in exercise 1 do the sentences describe أي الحيوانات اللي موجودة بتمرين رقم واحد هذه الجمل توصفها طلاب هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري لشون يجيني؟ يجيني مثل ما هو لكن على شكل اسقاطات ينطيني أسماء الحيوانات ويقول لك سقط الحيوان أمام الوصف المناسب إلى يعني على سبيل المثال number one they live in very cold places يعيش في أماكن باردة جدا they use their fat to keep warm ويستخدم السمنة اللي بجسمه لكي يبقى دافعا يا حيوان من الحيوانات اللي أخذناها متمرين رقم واحد اللي توصف هذه الجملة حيوان الفقمة اللي اسمهنا seal their fur turns white الفرومالتهم يتحول اللون الأبيض so they can hide in the snow لكي تختفي في الجليل يا حيوان the arctic fox اللي هو الثعلب القطبي they eat fish تأكل السمك seals الفقمة and penguins and can eat more than 200 kg a day ويمكنها أن تأكل أكثر من 200 kg باليوم الواحد يا حيوان ضخم اللي يقدر يسو هذه الأشياء orca اللي سمناه اللي هو أحد أنواع الحيتان their feet are very strong قدمها جدا قوية so they can climb the mountains لذلك يمكنها أن تتسلق الجبال يا حيوان يقصد حيوان القوت الماعز they can live very dry places يمكنه أن يعيش في أماكن جافة جدا they store food and water in their homes وتخزن الطعام في سنامها يا حيوان أكيد الكامل الجمل their beaks are very long منقارها جدا طويل to help them catch fish لكي تساعدها على استياد السمك يا حيوان أكيد البجاء اللي هو البليكنس مثل ما وضحنا هذا التمرين مهم جدا 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 بالابتحان التحريري يجيني مثل ما هو على شكل اسقاطات تمرين الرقم أربعة read the statement اقرأ الجمل do you agree or disagree هل توافق هذه الجمل أو لا توافق explain why وضح للسبب فمثلا النقطة الرقم A I can throw letter يمكنني أن أرمي المهملات someone else can pick it up شخص آخر يمكنه أن يلتقطها بدلا عني هذا الكلام أنت توافق أكيد أني ما أوافق هذا الكلام يعني أنا ما يصير أشمر المهملات في كل مكان ويجي واحد هو اللي يشيل بمكاني فأقول له I disagree أنا غير موافق you must throw letter يجب أن لا ترمي المهملات النقطة الثانية We are doing all we can to protect nature نحن نفعل ما يمكننا لكي نحمي الطبيعة هاي كلام صحيح بعض الطلاب يقول نعم نحن نحاول أن نحمي البيئة بهذه البرامج التي نطلعها مثلا زراعة الصحاري تقليل استخدام المياه إلى آخره وطالب آخر يقول No I disagree أنا لا أتفق ليش ما تتفق لأن we can do more or we should do more يجب أن نفعل أكثر على مدنحم الطبيعة Air pollution isn't a problem in Iraq تلوث الهوائي ليست مشكلة في العراق طبعا العراق بالتلوث الهوائي والتلوث المائي والتلوث البيئي إلى آخره فواحدة من المشاكل اللي يعاني منها العراق هو التلوث الهوائي بسبب المصانع فبالتالي هنا يقول لي ليست مشكلة فأقول له I disagree It's a big problem إنها مشكلة كبيرة أنا غير موافق It doesn't matter if animals like the Ibex disappear ليس من المهم إذا حيوانات مثل Ibex هذا الوعل يختفي إحنا لازم نعرف أنه كل الحيوانات بالكرة الأرضية مهمة ويجب حمايتها لأن أغلب الحيوانات تستخدم بعضها تحمل مضادات تحمل أشياء تستخدم كعلاج إلى آخره فبالتالي يجب أن نحافظ على هذه الحيوانات فهما نقول له I disagree أنا غير موافق All animals are important جميع الحيوانات مهمة Pollution is global problem التلوث هي مشكلة عالمية هذا الكلام متفق علي هذا الكلام نعم أتفق إياه أقول له I agree أنا موافق أعتقد أنك صحيح We have to do something about the climate change يجب أن نفعل شيء حيال التغير المناخي نعم كذلك هذا لازم أن أتفق إياه I agree We should decrease using the oil products يجب أن نقلل استخدام المنتجات النفطية لأن المنتجات النفطية تساهم في تساهم في التلوث الهوائي والتلوث البيي والتلوث المائي إلى آخره هذا ما يخص تمرين رقم أربعة هذا تمرين مجرد نشاط صفي غير مهم من امتحان التحرير وامتحان الشفوي يسأل الطالب عن رأيه عن هذه الجمل هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم لاحظنا أنه درس بسيط جداً أخذنا بأغلب المعلومات اللي أخذناها بي معلومات كنشاط صفي بفقط تمرين واحد مهم من الممكن يجينا على شكل إسقاطات تعرفنا على حيوانات جديدة وكل حيوان شن البيئة اللي يسكن بيها شن المعلومات المتعلقة به وهذه المعلومات للحفظ لأنه ممكن يجينا بالمتحان التحرير بسؤال الإسقاطات مثل التمرين اللي حلينا ختاماً شكراً لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو السفسار أو اضافة تحبون أن تقدموها تقدرون تتواصلوني على حسابات المجدس في الفيديو بالوصف